وفي الجانب المضيء من ضغوط رأس المال ومؤشرات التعافي الاقتصادي أكد رئيس غرفة التجارة في محافظة ديالة محمد التميمي بأن الدينار أفقد الدولار نحو 30% من الهيمنة على سوق السيارات خلال الشهرين الماضيين وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما وأشار إلى انتقال سوق بيع وشراء السيارات في ديالة وبقية المحافظات من الدينار إلى الدولار حتى باتت نسبة التداول تصل إلى 96% وهي ربما الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط لأن كل البلدان تفرض إجراءات مشددة حيال اعتماد العملات الوطنية في سوق السيارات وأضاف أن العودة للدينار ستضعف الإقبال على شراء الدولار من السوق الموازي بنسبة تصل إلى 20% ما يعني خفض الإقبال على شرائها وقطع الطريق أمام المضاربات المتكررة لرفع الأسعار وتحقيق الأعلى من الأرباح على حساب استقرار قيمة الدينار ترجمة نانسي قنقر